فشل اتفاق أوبيك في خفض الانتاج وقرار السعودية زيادة انتاجها وتخفيض أسعار صادراتها والتخطيط لزيادة عشرة ملايين برميل يوميا شهر أبريل القادم وكذا رفض موسكو دعم تخفيضات نفطية أكبر بسبب تفشي فيروس كورونا بعد انتهاء اتفاقية بين أوبيك وروسيا الجمعة كل ذلك أدى لانهيار حر لأسعار البترول إلى حدود الثلاثين دولار للبرميل خبر صادم للعالم أجمع لكن وقعه على الدول الريعي سيكون سائقا الجزائر واحدة من هذه الدول المرشحة لأن تعيش أزمة اقتصادية خانقة تعيد إلى الأذهان حجم ما أهضرت سلطة بوتفليقة من مليارات خلال العشرين سنة الماضية دون أن تتمكن من دفع قطاع واحد في إطالة تنويع الاقتصاد الوطني الذي بقي حبرا على ورق وكلاما تلوكه ألسن المسؤولين فبوتفليقة دخل الحكم وعائدة البترولي تشكل 95% من المداخيل وأخرج منه راغما والرقم ثابت لا يتزحزح رغم الأرقام الفلكية التي دخلت الخزينة العمومية في عهداته ليرهن بذلك الحاضر والمستقبل مشكل التمويل الذي أعيب على برنامج الحكومة الحالية مرشح للتعقيد أكثر بالنظر إلى الانهيار المرتقب بفارق قد يصل النصف عن السعر المرجعي الذي اعتمدت الحكومة في قانون مالية والمقدر بـ 50 دولار للبرميل إضافة لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 10 مليارات دولار نهاية 2019 ارتدادات خطيرة يخشى من ترتبها عن هذا الواقع منها ما هو اجتماعي كون الحكومة ستكون غير قادرة على الوفاء بأغلب تعاهداتها والتزاماتها وعلى رأسها رفع الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني ومراجعة الأجر القاعدي وإسقاط الضريبة على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أقل من 30 ألف دينار جزائري كما يخشى من هزات أخرى فدرجة الهشاشة الاقتصادية المرتقبة بفعل صعوبة تنفيذ أي مخطط إصلاحي جاد جراء هذه المستجدات ستعمق الهشاشة السياسية وستكون الجزائر عرضة للافتزاز الخارجي في ضوء الصراعات المحمومة والأنجدات الأقليمية والدولية من جهة وعرضة لتصدعات سياسية داخلية من جهة أخرى ما يحتم على السلطة الحالية ضرورة الإسراع في الذهاب إلى توافق وطني متين يؤمن المرحلة ولا يدع مجالا لأي مناورة كانت